اشتركوا في القناة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والاستهار من جانبه كلف فخامة الرئيس المصري سعادة السفيرة بنقل تحياته وتقديره لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله متمنيا لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والاستهار وإلى سعادة السفيرة كل التوفيق والنجاح في مهمها الجديدة وأعربت زينل عن اعتزازها بالروابط القوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين منوهة إلى أن العلاقات بينهما تشهد طفرة غير مسبوقة من خلال التعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات